السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير أينما كنتم حياكم الله في درس جديد من دروس الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تفيدك بشكل كبير في مجال عملك وتساعدك بشكل كبير في زيادة الانتاجية عندك في مجالات مختلفة في مجال الجرافيك والتصميم والتقنية اليوم أشرح من أفضل المواقع التي تصنع لك الموقع لتصاميمك بضغط الزر وحدة وبشكل مجاني الموقع الأفضل على الأطلاق اللي يصدر مؤخرا وليستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد المكأب بشكل ثلاثية لبعاد كذلك وبشكل رائع جدا جميع أنواع المكأب المجلات وكل أنواع المطبوعات المشروبات والمأكولات والمكملات الغذائية والمجلات والكتب والأوراق والحافظات والملسقات والمركبات كل أنواع المكأب اللي تخطر في بالك موجودة في موقع سمارت لو أروح الآن أشوفكم الأشياء اللي قمت بتصميمها على نفس هذا الموقع هنا مكتوب موكأب شوف هذه كل التصاميم أنا قمت بتصميمها على نفس هذا الموقع شوف التصاميم كلها قمت بتصميمها على هذا الموقع أو لنفس الهوية التجارية لو ألاحظ الأشياء الموجودة تقدر تستخدمها بشكل كبير في صناعة الموكأب للألبسة والتغليف الجميع في هذا الموقع أن يعطيك الكثير من التصاميم الجاهزة للمكأب راح أقوم الآن بتصميم أو بتنفيذ تصميم مثلاً أختار هذا التصميم عشان أصنع موكأب وأشرح آلية هذا الموقع وكيف راح نستخدمه مثلاً ما اختار الموكأب واللي راح يناسب تصميمك مباشر راح تفسح لك هذه الواجهة بهذه الطريقة الجميع في هذا الموقع أنه يأشر لك بشكل مباشر على التصميم اللي تحتاجه مثلاً أرفع صورة راح تنزل بهذا المكان لو ترفع صورة راح تنزل بهذا المكان مباشر ينزل لك على مكان الصورة راح تنزل فيها على هذا الموقع أو على هذا التصميم لو نزل هنا كذلك يرفع لك أو يأشر لك على المكان أو المنطقة اللي راح تنزل فيها الصورة النبدأ بأول الصورة اللي هي صغيرة مثلاً كرت بزنس أحتاج يكون فيها شعار والجميع في هذا الموقع أنه يعطيك التصاميم تقدر تحملها من تطبيق كامفة المعروف أو موقع كامفة إذا كان شخص مهتم في كامفة ويصمم على كامفة يقدر يحمل مباشرة تصاميمه على هذا الموقع بضغط الزر واحدة أنا راح أحملها من جهاز الحاسوب مثلاً عندي هوية قمت بصناعتها مسبقاً لمجمع شاهدة كلينيك مباشرة أختار اللوغو محتاج اللوغو يكون في كرة مباشرة ينزل اللوغو بضغط الزر واحدة فقط تحمل اللوغو كذلك تقدر تعدل أو تعدل على الصورة إذا ما كان مقاسها مضبوط تقدر تتحكم في حجمها مثلاً تحتاجه يملأ أو تحتاجه مباشرة أعطيك المعاين بهذا المكان نحين تنزل معاين شوف أو تحتاجه مثلاً فيل يملأ أو تحتاجه فيت مناسب أو تحتاجه مخصص أنت تتحكم في حجمه والشيء اللي يناسبك هاي الطريقة راح تشوف المعاينة بشكل مباشر على الموقع هذا الجميل في هذا الموقع أنه يسمح لك تشوف كل شي أو كل صورة أو كل تعديل خاص بك على هذا الموقع تقدر تعطيك ذلك أنه تقدر تحكم في تقلب الصورة الخاصة بك 180 درجة أو 90 درجة بالشيء اللي تريد وكذاك تقدر تقلب الشعار والكتابة يعني يعطيك أشياء رائعة جداً كذاك تقدر توسط المكان الأشياء اللي تعرفونها في التصميم مباشرة تضغط على هذا الخيار يوسط لك الصورة مكان التصميم في الوسط تعطي المحاصيل أول استمرار تنزل مباشرة أحتاج الآن صورة ثانية بهذا المكان تكون مربعة مثلاً راح أحمل صورة لعلة ثانية أقوم بالشرح هذا الموقع فقط كمصممين كيف راح نستفيد منه مثلاً عندي هذا التصميم الآن أقوم برفعه شوف نزل عندي التصميم بشكل مباشر أقدر أعدل على الصورة عفواً أروح على المكان الثاني هذا مكان أعدل على الصورة أعطي خيار التعديل أحتاجها تكون تملأ التصميم وشوف هي مما لأ الصورة لكن أنا مباشرة أنا أروح على خيار يملأ راح تنزل بشكل مباشر وتملأ الصورة وتقدر تتعدل فيها بالشكل مباشر شوف نزل التصميم بشكل احترافي ثلاثي الأبعاد مباشر شوف التصميم منزل عندي طريقة احترافية لو أروح أشوف الصورة الثانية هذه الصورة لازم تكون مقاس حتى أنه الموقع يعطيك مقاسات كل صورة وتصميم كل صورة كيف راح يكون مقاسه فهذا شي جميل في هذا الموقع مثلاً عندك مقابل تروح تعدل على مقاسه مباشر ينزل في المقاس المطلوب لو أروح أرفع صورة على هذا المقاس يحتاجها مثلاً عندي تصميم مثلاً هذا التصميم الخاص بي على الشكل راح أعدل عليها مثلاً ما على جميل المقاسه وما ضبط مع المقاس تعطيه خيار يملأ أو تحكم في المجال حسب ما أنت تريد شوفنا لو أتحكم أقدر أرفع المقاس وعدله مثل ما أريد مثلاً أن يحتاج الشعار يكون ظاهر والطفل كذلك يكون ظاهر بهاي الطريقة لو أرفع كده بهاي الطريقة راح يكون معي مناسب جداً وتقل كده تعدل أو تجيب صورة ثانية ترفعها بدلة الصورة إذا شفت أن تهمين مناسبة تقدر ترفع الصورة أو تمسح هاي الصورة ترفع صورة جديدة مباشرة ترفع صورة ثانية آآ مقاس مثلاً أكبر عشان تضبط معاك مثلاً عندي الصورة الطفل اختارها أو صورة الطفل هاني مباشر شوفوا أن المقاس صار آآ أرتب من المقاس اللي قبل شوي عدله مباشرة هاي الطريقة عدله عادله شوية عشان يصير معي مناسب يعني صار كده مناسب معي أعطي الحفظ مباشرة تنزل الصورة بطريقة خرافية شوف الصورة كيف نزلت هنا بهذا مكان مثلاً أضيف أي شي خاص في المكابل التصميم مثلاً أضيف أي كتاب عبارة أو أي شي خاص في نفس التصاميم أو تبين فيه الهوية وألوانها كيف راح تتم استخدام الهوية والألوان اللي راح يتم استخدام الخطوط والأشياء الموجودة اللي متعرفة عليها لهوية التجارية مثلاً أرفع أي صورة فرضاً 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 نحتاج لتكون طويلة شوية بنحيفة فرضاً نحتاج صورة ثانية أطباء مثلاً عندي طبيب الأطباء أرفع على المكان هذا عشان يبين للمشاهد شوف الصورة كيف نزل صغيرة جداً أروح الآن أتحكم في الصورة أروح أخذ مقاسة مثلاً أحول مقاسة مثل ما خبرناكم مباشر أحولها شكل طولي عشان ينزل معي هاي الطريقة كبرها شوية يعني بس أنا عشان أشرح الموقع كيف يتم استخدامه شوف الآن رح تنزل بطريقة احترافية تبين فيها اللون وهوية الشركة فمباشرةً تنزل الصورة بجودة عالية تقدر تشاركها على جميع السوشيال ميدي الجميل في هذا الموقع أنك تقدر تعدل أي مقاس بطريقة احترافية حتى لو كان مقاسك مضابط معك تقدر تعدل وكذاك تقدر تحمل التصميم بالمقاس المطلوب اللي تحتاجه للمنصة اللي راح تتنشر عليها المقابة الخاص بك مثلاً احتاجه بهذا المقاس تترك في الموقع تتركيها في ولكن الجودة هذه مناسبة نوعاً ما مباشرة تعطيه أمر التحميل ورح تنزل عندك الصورة بطريقة أو بجودة عالية تقدر تشاركها على التويتر وتقدر تشاركها على المنصات السوشيال ميديا الخاصة بك من مثلاً المقاب على اللباس أو على هذا التشيء أو على هذا القميص مباشرة ترفع الصورة الخاصة بك بعدما يفتح الموقع حمل الصورة من جهازي الحاسوب مثلاً نفس المكان أو نفس الشركة اللي نفس الشعر اللي كانت شغال عليه قبل شوية أو مثلاً نختار صورة الشخصية الخاصة فيه أو شعاري الخاص فيه أقدر استخد مباشرة على هذا القميص ينزل مباشرة بشكل ثلاثي الأبعاد على هذا القميص تقدر تحكم في مكان الشعار وللجميل في هذا موقع أن يعطيك شيء ثلاثي الأبعاد واقعي كأن الصورة مطبوعة حقيقة على هذا القميص أو على هذا الشخص تقدر تحكم في مقاسها ويعطيك او صورة مباشرة لمكان الصورة في هذا المكان ولمكان الشعار ننتظر شوي عشان يحمل الصورة شوفها الان اقدر اتحكم في مكانها مباشرة من خلال تغيير المقاس هذة الطريقة وتقدر تسحبها من آآ او تقدر تتحكم في المقاس مسما ما خبرتكم بهذه الطريقة شوف الصورة يعني صراحة يعني ابداع ايبداع هذا الموقع يعني راحسها ذيك بشكل كبير فيه صاميمك. الخاصة في المكأب. والاشياء الخاصة في تصنع الاشياء كثيرة. بخصوص المكأب الخاص بك على هذا الموقع. روح فوق. مباشرة تتحمل الصورة. في اشياء المقاسة اللي انت تريده. مباشرة تنزل عندك الصورة بشكل آآ رائع جدا وبشكل جميل جدا. هذا بالنسبة للثياب بتلاقي الكثير من الاقسام الخاصة بالثياب مثلا الاقنعة والمكملات مثلا كيس او تغريف خاص بالاكياس. راح اختار حر. راح تنزل عندك اشياء المجانية. مثلا هذا الكيس. نشوف مكانه مناسب جدا والصورة ومناسب جدا لكثير من المكأب. كذلك القبعات. تلاقي الكثير من اشياء الخاصة في تصميم الاكياس. اي صورة تحتاجها ترفعها مباشرة على هذا الموقع. راح يصمم لك المكأب الخاص فيك بشكل سريع جدا. احمل الصورة من الاجهزة الخاصة بمثلا مثلا مثل ما حطينا. تحط الشعر مثلا هذا الشعر. الخاص بي. راح يصر الكيس اسود. شوف بطريقة احترافين. انا خلفية بكيس خلفية الصورة سوداء. لو عدلها مباشر. صغرها راح يصر جزء ابيض وجزء اسود. تقدر تعدل او تغير الصورة. مباشر تحدف الصور مثل الصور ما عجبتك. وما عجبك مقاسعة تقدر تعدل الصورة ثانية ويجيب صورة ثانية. مباشر من جهازك الحاسوب. مثلا هذا اللون عجبني. انا راح يصر لون الكيس ابيض اه سماوي. لون ازرق كتفاتح. والصورة موجودة الخاصة بي على هذا الكيس. شوف الجمال والسرعة. لو انزل هنا مثلا عندك الاشياء الخاصة في العياد. فاشياء جميل جدا هنا عندك الوسائد والشموع والبالون والاكواب. مثلا اختار بالون معين. او اختار كوب معين. مثلا الكوب قهوة. عندي قهوة قمت بتصميم شعار خاص في قهوة. او في قهوة. تقدر تجيب مباشرة. مباشرة تنزل الكوب او تنزل الخاص بك على الكوب بضغط زر واحدة وبجودة عالية. مثلا هذا الكوب. مثلا هذا الكوب. تمام كوب قهوة حمل. شعار مثلا خاص في القهوة. مثلا عندي شعار. اي شعر خاص في القهوة. لا عدد تاني مثلا. او عصائر مثلا عندي عصير كذلك. عصير هذا الشعر مثلا هذا خاص بالعصائر كنت بتصميمه لبراند. الاطفال والمكملة شفناها التعبية والتغليف. شفنا بعضها مثلا مكملات غذائية. الحقائب والصاندق. مثلا عندي مشروع او براند خاص في اه بوكس معين. فكذلك كدر تستخدموا وتعدل عادي بشكل الآثية. لابعاد يعطيك مقاس الصورة اللي راح تنزل على البوكس. صراحة ابداع ويعني شي جميل جدا انك تلاقي كثير من المواقع. او تلاقي موقع يأمن لك هالأشياء بشكل مجاني او يأمن لك الفكرة ويولد لك الفكرة حتى لو كان مجاني تقدر تستخدم الفكرة الموجودة على هذا الموقع. مثلا هذا الشعار خاص في نفس الشعار قبل شوي جوس لاند مثلا راح اضيفه انضاف في الماكن من فوق ومن تحت راح اعدل الصورة بهاي الطريقة. تحتاجها تكون يعني كاملة على نفس الشعار. شوف كذا. بالطريقة هاي. شوفوا مين? اعطاني معينة بشكل مباشر. استمرار. هاي الطريقة يعني اعطاني تصميم جاهز صراحة. يعني جميل جدا انك تلاقي كثير من المواقع تضيق هاي التصاميم. وتأمنها لك جاهزة مجهزة دون عناء التصميم دون عناء التفكير في توليد الفكرة. فهذا راح يساعدك بنشر مشاريعك ونشر تصاميمك بشكل احترافي وارسالها للعملاء بشكل احترافي. وكذلك في التسويق عبر الانترنت بشكل احترافي. جميل يعطيك الكثير من الاشياء الخاصة بالتكنولوجيا. الهواتف الذكية. واجهزة الكمبيوتر. وساعة ابل. والكثير من الاشياء الخاصة في المكأب. فتقدر تحمل وتلاقي الكثير من النماذج مختلف النماذج. كذا كنت تتحمل فيديو على الصورة. تضيف فيديو خاص بالصورة. فهذا شي جميل جدا صراحة. فتقدر تضيف اشياء كثيرة للتصميم الخاص بك على هذا الموقع. فمن المهم انك تركز وتشتغل على هذا الموقع. وتنشر الكثير من تصاممك عبر السوشال ميديا. مثلا عندي شعاري. هذا الشعار مسبق لكم تصميمه. فراح ينزل بشكل مباشر على الموقع الخاص به. لو روح اتحكم في مقاس. راح ينزل بشكل مباشر بها الطريقة. شوف نزل عندي الشعار بشكل مباشر على الجوال. والجميل في هذا الموقع والعجيب انه يعطيك على شكل فيديو. يعني تلاقي الكثير من المواقع ما تضيك على شكل فيديو. هذا الموقع يوفر لك على شكل فيديو. على صراحة. الان لو راح ارفع اي صورة. راح تنزل الموقع طبعا ينزل في الجوال. مثل ما تعلمنا في السابق. راح ينزل في الجوال. مثلا هاي الصورة. شعر قديم. انتظر لانه اصلا هو ثقيل شوية فانتظر شوية عشان يحمل الصورة لانه فيديو. فطريقة احترافية تقدر تأمن او تضيف مكأب خاص بك بشكل اه فل على هذا الموقع. مثلا نزل هنا في هذا الموبايل اي نزل صورتي وانشرها السوشيال ميديا. فرح يكون الامر جميل جدا كأن الجوال او المكان مصور بكاميرا احترافية جدا 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 جدا. فرح يساعدك بشكل كبير جدا انك تصنع منه حتى محتوى خاص بك على السوشيال ميديا. فالجميل في هذا الموقع صراحة ابدأ ابدأ انك تأمن او تضيف اشياء خاصة مثلا انا احتاج صورتي تكون في هذا المكان. فارح اضيف صورتي الخاصة. هي شوف الفيديو صورتي موجودة جنب العصير او جنب المياه فالشيء صراحة ابدأ وتكت تحمل الفيديو بكواليتي وجودة حالية. هذا الفيديو اللي قمنا بصراحة تخل شوي. شوف الجودة. الله جودة عالية جدا. جودة عالية. يعني وهذا كذلك انه تلاقي الكثير من الاشياء الخاصة في السوشيال ميديا تويتر انستجرام تنشر صفحتك او تنشر بوست معين فيه وعدد متابعين. فكذلك تقدر تلاقي ها في اقسم السوشيال ميديا. فكل الاشياء الموجودة الخاصة في الموقع والتصامي تلاقيها موجودة في هذا الموقع اكثر من اطناعش الف نموذج طبيعي عبر الانترنت. في عندك اكثر من اطناعش الف نموذج فامر صراحة وموقع واسع وكبير وضخم جدا. اصحكم تحفظون هذا الموقع راح ترككم رابط الموقع اسفل الفيديو. ولا تنسى دعم هذا المحتوى. كان معكم مشعل واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة